أكدت الممثلة الأممية جنين هينيس بلاسخارد أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الضعم لإنجاح انتخابات تشرين وقالت خلال المؤتمر الصحفي في محافظة ذيقار أن البعثة ستتواصل مع عدد من منظمة المجتمع المدني والمواطنين للتعرف على تأثير أحداث ناصرية على مشاركتهم في الانتخابات لافتة إلى أن أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية أعتقد أننا جميعا 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 أن ما حدث في أكتوبر عام 2019 كان له وفي يكون له تأثير كبير علينا جميعا وأن نفس الأمر ينتبق على جميع الأحداث التي تلت ذلك أحد المطالب التي كانت في هذه المظاهرات هي الانتخابات المبكرة وفي هذه الانتخابات المبكرة ستتتم الآن بعد مرور عملية الانتخابات المبكرة ستتم الآن بعد مرور عملية من أجل ضمان عملية انتخابية نازيه وشفافة وشفافة مصدقية يوما الانتخابات وأيضا بالتعاون مع منظمات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي لنشر مراقدي لانتخابات ومع براهم من اعتقاضي من أن هذه الانتخابات سوف تكون مختلفة عن انتخابات عام 2018 نحن نعمل مع الكثير من العراقيين على مدار الساعة لتكون هذه الانتخابات ممكنة المبكرة ومن أجل نجاح الانتخابات منا مهم أن يكون هناك إقبال من الناخدي ومانه هنا لأأكد على قيمة كل صوت أكبر أن تأكدوا من أن تكون أصواتكم مسموعة لأن هذا هو مدينك و هذا هو مستقرلك و هذا هو صوتك شكرا جزيلا